أعزائي طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية اليوم أقدم لكم كيف نكتب إيميل وموضوع على الدرس الأول وحدة أولى أعزائي وحدتنا الأولى بعنوان لكلوب دي ماكلاس نادي فصلي والدرس الأول بعنوان لصن 1 الدرس الأول سبريزونتي نقدم أنفسنا نبدأ بالإيميل نكتب كلمة الإيميل بالفرنسية كالتالي لوميل أو إيميل الإيميل عبارة عن مجموعة من الأسئلة حوالي ثلاث أسئلة باللغة الفرنسية هنجيب على هذه الأسئلة بجمل كاملة تعالوا نتعرف أولا على كلمات الاستفهام التي تسهل علينا فهم السؤال والإجابة عليه بشكل صحيح كلمة الاستفهام كومون ننطقها تاني كومون بمعنى كيف وتسأل عن الإسم والحالة الصحية كلمة الاستفهام كال وهي تسأل عن اختيارات بمعنى ما أو أي ويتغير شكلها حسب الإسم الذي نسأل عنه ولهذه الكلمة أربعة أشكال ونستخدم هذه الكلمة وهي كل للسؤال عن السن أو اللون كل وتسأل عن إسم مفرد مذكر كل فأخرها حرف أس وتسأل عن إسم جمع مذكر كل تسأل عن إسم مفرد مؤنث ولها شكل مميز أي بزيادة ل عن المذكر وجمع المؤنث كل وهي تسأل عن إسم جمع مؤنث ممكن نعمل سؤال ونضع في آخره هذه الكلمة وهي اتوى وأنت وهي عبارة عن حرف عطف بمعنى و وضمير توكيد توى بمعنى أنت ونستخدمها عادة في آخر السؤال ونستخدمها في آخر السؤال نستخدم أيضا أو وهي حرف عطف بمعنى أو وتكون بين شيئين نختار منهما واحد أي أنا بخيرك بين حكتين في السؤال باستخدام أو اللي معناها أو كلمة الاستفهام أو بمعنى أين وتسأل عن المكان المسبوق بحرف جر مثل مكان السكن في الدرس الأول الوحدة الأولى أو بمعنى أين ولها شكل مميز كما ترون أعزائي تعالوا نذكر أمثلة من الإيميلات وكيف نجيب عليها ويكون رأس السؤال باللغة الفرنسية كالتالي أعزائي يبدأ الإيميل بكلمة تحي مثل سالي أهلا أو مرحبا السؤال الأول فين كلمة الاستفهام اللي عندنا؟ عندنا كلمة كومون قلنا كومون بمعنى كيف وتسأل هنا عن الاسم عندنا فعل سابلي بمعنى يسمى لما أجي أجاوب على هذا السؤال لاحظ تغيير الضمير لو عندك الضمير تي كفاعل في بداية الجملة هستبدله في الإجابة بالضمير ج بمعنى أنا وتكون الإجابة كالتالي ج وصرف فعل سابلي فيصبح مابيل ج مابيل وكتب الاسم وليكن مثلا اسمي جمال وحط نقطة في آخر الجملة الجملة اللي أنا كتبتها بتحتوي على الفعل الضمير ج وفعل سابلي فعل ضميري صرفته مع الضمير ج ليصبح مابيل وكتبت اسمي وانتهت الجملة بوان أو نقطة إذن هذه جملة كاملة مكونة من فاعل وفعل ومفعول عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة لاحظ أنه في هذا السؤال كلمة الاستفهام كومون يمكن أن توضع في نهاية السؤال أو في بداية السؤال مثل كومون تي تابل أو تي تابل كومون والمعنى واحد ما هو اسمك السؤال الثاني كالاج تيا فين كلمة الاستفهام هنا هي كلمة كل بمعنى ما أو أي عزيزي الطالب زي ما عرفنا في السؤال السابق كلمة الاستفهام يمكن أن توضع في بداية السؤال أو حتى في الوسط أو في الآخر مثل تياكلاج بمعنى ما هو عمرك وللإجابة على هذا السؤال هقول كتبت الجملة دي ازاي؟ حولت الضمير إلى ج واستبدلت حرف أ بأبوستروف لأن فعل أفوار وهو التصريف يبدأ بحرف متحرك فأنا بقول ج أنا أمتلك كنزون خمسة عشرة عاما أن هنا بمعنى أعوام فاعل ج الفعل أفوار المفعول كنزون السؤال الثالث أين أنت تسكن ويمكن أن توضع كلمة الاستفهام أو اللي معناها أين في آخر السؤال كما تعلمنا للإجابة على هذا السؤال هبدأ الجملة بأض للإجابة على هذا السؤال هبدأ الجملة بأضمير الفاعل ج ولكن هستبدل حرف أ بأبوستروف كما تعلمنا لأن هنا هكتب فعل أبيت بمعنى يسكن جابيت وهبتدي أكتب اسم المدينة اللي أنا بسكن فيها ولتكن مدينتنا القاهرة هستخدم حرف الجر أو بمعنى فيه واكتب كاغ وحط نقطة في نهاية الجملة ويبقى سؤالي جابيت أنا أسكن أو كاغ في القاهرة لو عاوز أكتب أي مدينة أخرى غير القاهرة يبقى هستبدل حرف الجر بأ وأكتب مدينة مؤنسة على فكرة أغلب المدن المصرية مؤنسة بمعنى كيف حالك وهذا السؤال يسأل عن الحالة الصحية ونجيب على هذا السؤال كالتالي هبدأ الجملة بالفعل بمعنى بمعنى بخير يبقى السؤال لو كان كمون سا هجاوب عليه بي أنا بخير عزيزي يمكن أن أسألك في الإيميل السؤال التالي كالكولور جيام أي لون أنت تحب فين كلمة لاستفهم هنا كلمة كال وهي كلمة مؤنسة بمعنى أي سألت عن كلمة كولور اللي هو اللون اللي هي كلمة مفرد مؤنس والإجابة تكون كالتالي جام أنا أحب وكلنا عارفين لما استخدم اللون كاسم بيصبق بأداة المعرفة جام لغوج أحب اللون الأحمر أو أي لون آخر مثل أو أو أي لون آخر غير الأحمر والأخضر مثل لنوار اللون الإسود إلى آخره يبقى الإجابة بتاعتي هتحتوي على الفاعل الضمير ج والفاعل مجموعة أولى بمعنى يحب واللون يسبق بآدات المعرفة ل لأنه اسم أعزائي يمكن أن يأتي في سؤال الإيميل السؤال التالي ما هي ألوان العلم المصري درابو إجيبسيان والعلم المصري كما نعلم يحتوي على ثلاث ألوان لروج الأحمر لبلان الأبيض ونوار الإسود وللإجابة على هذا السؤال هبدأ جملتي ب لدرابو إجيبسيان العلم المصري إ هو بستخدم هنا فعل أتغ روج أحمر بلان أبيض نوار إسود لاحظ عزيزي الطالب إن أنا استخدمت الألوان الثلاثة كصفات عيدة على لدرابو إجيبسيان العلم المصري والعلم المصري زي ما كلنا عارفين عبارة عن اسم مفرد مذكر يمكن أن نستبدله بالضمير إيل للمفرد فأنا بقول لدرابو إيجيبسيان أو إيلي هو يكون روج أحمر بلان أبيض نوار السود سؤال تاني جام لفاغ أنا أحب اللون الأخضر إتوى وإنت السؤال هنا اكتمل لما حطيت في آخره إتوى وأنت والإجابة هتكون هنا مو أنا استخدمت ضمير التوكيد مو للإجابة على ضمير التوكيد تو أنت مو أنا أنا جام أحب لغوج اللون الأحمر لاحظ إن أنا استخدمت مو علشان أجود على تو وعلشان أأكد على الضمير الأول ج لما بستخدم مو في السؤال لازم أغير في المفعول أنا سألتك عن اللون الأخضر وإنت جاوبت عن اللون الأحمر لكن إنت لو عاوز تجاوب إجابة تتفق مع السؤال هستخدم التعبير مو أو سي مو أو السي هنا بمعنى أنا أيضا جام أحب لوفير اللون الأخضر يبقى أنا جاوبت بنفس الكلمة اللي موجودة في السؤال عشان استخدمت مو أمير إل هو أو إل هي أو اسم مفرد مذكر أو اسم مفرد مؤنس وتعالوا نشوف هنجاوب على الأسئلة دي إزاي عندي السؤال الأول كمان كمان سابل ما هو اسم طون كوبان صديقك عزائي فين كلمة الاستفهام كمان بمعنى كيف وتسأل هنا عن اسم الصديق طب فين الفاعل اللي احنا هنبدأ به الجملة عزيز الطالب الفاعل هنا هو طون كوبان اللي ممكن أستبدله بالضمير مرافو عليك الضمير إيل لبأنا هبدأ جملتي بالضمير إيل اللي عيدة على طون كوبان صديقك إيل واكتب الفعل سابل هو اسمه واكتب الاسم مثلا أحمد إيل سابل أحمد كومون سابل طون كوبان ما هو اسم صديقك استبدلت طون كوبان بإيل فاعل سابل والاسم أو المفعول سؤال كمان كيل عاج اطن فرير ما هو عمر أخوك هنبدأ الجملة ب طون فرير لا هنستبدل طون فرير بالضمير اللي يسويه وهنبدأ ب إيل هو أي أخويا الفعل هنا هو فعل أفوار فأنا مش هغير التصريف لأنه هنا مع الاسم المفرد ومع إيل التصريف واحد إيل هو يمتلك وهكتب كانزون خمستاشر سنة ده المفعول اللي هختم به الجملة إلى كانزون أعزائي ممكن أذكر الإسم في السؤال أو أذكر الضمير العائد على هذا الإسم في السؤال اللي بقدم فيه الفعل على الفاعل ويكون فيه حرفين متحركين بأضطر أضيف الحرف ت بين شرطتين علشان أعرف أنطق السؤال أو الضمير والفعل هقول أتيل كيلاج أتيل يعني ما هو عمره وتكون الإجابة هي نفسها إجابة السؤال السابق هقول إيلا كانزان هو عمره خمستاشر سنة سؤال تاني كمان سابل تامبغوفيسور ما هو اسم مدرسك أيوة برافو عليك فهمت على طول تامبغوفيسور ده الفاعل اللي أنا هبدأ بيه بس بدل ما أقول الاسم هبدأ أقول الضمير العايد عليه الجملة هتبقى إيل اللي هو مدرسي سابل اسمه أحمد إيل سابل أحمد سؤال تاني بصيغة مختلفة إلام لبل هل هو يحب اللون الأزرق أو لغوج اللون الأحمر السؤال هنا بسميه استفهام بهل يعني لما كترجم بقول هل ليه علشان ما فيش كلمة استفهام في الجملة لكن إحنا ذكرنا أو بمعنى أو ودي بتخيرني ما بين حكتين هنا اللون الأزرق واللون الأحمر لما أجي أجاوب على هذا السؤال هقول هبدأ الإجابة بالضمير إيل اللي موجودة في السؤال استخدم نفس الفعل بنفس التصريف وهكتب اسم من الاسمين اللي أنا خيرتك عليهم إيلام لبلو إنه يحب اللون الأزرق إيلام لبلو أو لغوج إيلام لبلو أعزائي دارس اللغة الفرنسية بعدما ذكرنا أمثلة على الإيميل تعالوا بنا نشرح لسجة إزاي نكتب موضوع في اللغة الفرنسية الصف الأول السنوي الوحدة الأولى الدرس الأول الموضوع عبارة عن مجموعة من الجمل تتحدث عن موضوع معين ونستعين بكلمتين في رأس السؤال عند كتابة الموضوع الموضوع يجب أن يحتوي على عدد من الكلمات من خمستاشر إلى عشرين كلمة دو العناصر المعطاة لك يعني هنستعين بكلمتين هحاول أعبر عنهم باللغة الفرنسية في الموضوع زي ما هنشوف دلوقتي أعزائي عندنا الموضوع الأول رأس السؤال كما ذكرنا وهيقول لك في السؤال أو في الموضوع بريزونت توا قدم نفسه لما أقول بريزونت توا يبقى أنا عندي الفعل سبريزونت بمعنى يقدم نفسه ولما أجي أجاوب على السؤال ده هبدأ الجملة بتصريف نفس الفعل اللي هو سبريزونت هقول ج مبريزونت أنا أقدم نفسي فين الكلمات المساعدة هيجيب لي هذه الكلمات وهيذكر لي كلمتين منهم ويسبني أقدم نفسي بعناصر أخرى أنا هبقى محضرها في ذهني تعالوا نطبق مع بعض ونشوف هنكتب هذه الجمل إزاي المطلوب الأول هكتب أو هقدم نام يعني اسمي أو بغي نام اسمي طب إيه الفرق بغي نام هو الاسم الأول و نام هو اسم العائلة لما جاوب على السؤال ده هقول جو مابل أنا اسمي و من رنوم اسمي الأول ألين طب اسم العائلة فرانسوا جو مابل ألين فرانسوا أنا اسمي ألين فرانسوا المطلوب الثاني في الموضوع أن أنا أقدم آج اللي هو العمر فأنا هقول جي كانزون أنا عندي خمستاشر سنة بدأت الجملة بالفعل ج و فعل أفواغ والمفعول كانزون المطلوب الثالث كولور اللون يعني اللون اللي أنا بفضله والإجابة هتكون جام ل مارون أنا أحب اللون البني كوبان مطلوب مني أتكلم عن الأصدقاء أو عددهم في جملة هقول ج استخدمت هنا فعل أفواغ يمتلك ج أنا أمتلك كاتر كوبان أربع أصدقاء ما تنساش تحط حرف S في آخر الإسم لأن عندي هنا أربعة فمطلوب مني أجمع الإسم ج كاتر كوبان أدغس بمعنى العنوان يعني مكان السكن أو ممكن يقول لي فيل يعني اسم المدينة بتاعتك سواء أدغس أو فيل هكتب الإجابة كالتالي الإجابة بتقول جابيت أنا هسكن آ في لوكسور إذن عندي فعل عبيتي يسكن حرف الجراء اللي بيجي قبل المدن المؤنسة ومدينتنا لوكسور وموضوعنا الأخير أدغس أدغس تن بروفيسور دو فرانسي معلمك اللغة الفرنسية أدغس أدغس تن كوبان أدغس صديقك أدغس أدغس تن أمي دو ليس أدغس صديقي المدرسة بالتالي نان الإسم آج العمر سبور بغفغي الرياضة المفضلة أدغس العنوان وكولور بغفغي اللون المفضل أعزائي قلنا هيجلنا كلمتين فقط من هذه الكلمات لكن أنا هنا بذكرهم كأمثلة للي ممكن ييجي على هذا الموضوع سواء بقى هقدم مدرسي أو صديقي أو صديقي المدرسة هبدأ الجملة بتاعتي بي بالضمير إيل بمعنى هو اللي ممكن يكون عايد على مدرسي صديقي أو صديقي المدرسة ده إذا كنت بقدم شخص مذكر لكن لو أنا بقدم شخص مؤنس فأنا هستخدم الضمير L بمعنى هي يبقى لاحظ أن أنا هستخدم الضمير المناسب حسب اللي مكتوب عندي في رأس سؤال الموضوع لو هقدم الاسم زي معرفنا في الإيميل هقول السابل جمال هو اسمه جمال يبقى كده أنا عبرت عن لنو الاسم الجملة التانية هقدم العمر آج ب إلا هو يمتلك 15 سنة إلا إذا كنت بقدم مدرسي فهذكر سن كبير هقول مثلا تغانتان تلاتين سنة كارانتان أربعين سنة أو سانكتان خمسين سنة لما أدم سبور بغفغي الرياضة المفضلة هقول إليم هو يحب أو أستخدم الفعل من الصفة دي إلي بغفغ يفضل لفوتبول كرة القدم يبقى كده أنا قدمت الرياضة المفضلة له لما قدم لادغس العنوان هقول إلي هابيت هو يسكن آ منصورة آ حرف جر بمعنى في و قدمت مدينة حرف الجر آ بمعنى في ومعنى مدينة المنصورة منصورة إلى بيت آ منصورة أما اللون المفضل كولور بغفغ فأنا هعبر عنه بالجملة دي إلا بغفغ يفضل اللون الأخضر عزيزي الطالب لاحظ إن أنا بكتب الجمل وربعط وبكتب في آخر كل جملة بوام والجملة بتاعدي كاملة فاعل 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 مفعول دروس قادمة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة